طب دلوقتي عشان نعمل سلايس ديفينيشن. عندنا ثلاث حاجات عشان نعملهم ديفينيشن. التطبقات دول مكان السلايس فين. السلايس قام. شكل لسلايس نفسها عامل ازاي. حتى عامل ازاي. لو خدت لها كروس سكشن كده بشكلها عامل ازاي. فبداياتا مكانها فين يعني السنتر بتاعها هو نفسه فين. فالسنتر بتاعها معناه انها دلوقتي لما بغير من الايكوشي ان احنا كنا انا شايفينها من شوية لما بغير الـ Frequency بتاعها؟ اوكي؟ لما بغير اللي هو شكل الـ Frequency بتاعه أو Center Frequency بتاعه الـ Pulse دي. كل ما غيرت Center Frequency بتاعه كل ما كان عندي المكان بتاع الـ Sliatch بتاعتي بتغير. اوكي؟ فباكي ممكن اتخيل ان انا لما بغير الـ Modulation Frequency بتاعتي بتاعه الـ Pulse اوكي؟ Modulation Frequency ان انا باخد بلس مثلا واحط لها Modulation بعد كده بايه؟ بـ Sinosoidal Wave. لما غير الـ Frequency بتاعتي هتديني بروفايل فين؟ بروفايل يبقى في مكان مختلف عن اللي كان موجود فيه في الاول. نفتكر كلها ان احنا لو عندنا Sync signal بالشكل ده كده. لو خدنانا فورية transform هتديني سيجنل شكله عامل كده او ديني فورية spectrum شكله عامل كده. اوكي؟ طب دلوقتي لو انا خليتها narrower. ايه اللي هيحصل؟ هتدي نفس الحاجة بس ايه؟ هتبقى نفس الـ Pulse دي هتبقى أوسع شوية. لو انا خدت دي بقى نفسها عملت لها modulation بدل ما هيكون الـ Pulse دي centered عندي الزيرو هتبقى centered في مكان تاني عند اوميجا نوت اللي انا عملت لها modulation بقى. اوكي؟ فيبقى معنا كده باختيار الـ Modulation اللي هموديوليت بقى الـ Sync form دوت اقدر احرك دي احطها في اي مكان. طيب دلوقتي انا عايز اعمل thickness مختلف. thickness مختلف واضحة قوي ان انا خلي الفورم بتاع الـ Pulse نفسها بتاع الـ RF pulse نفسها. لو خلتها واسعة بالشكل ده يبقى معنا كده 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 بتحكم في الـ Thickness بان انا اغير الـ Waveform نفسها الـ Envelope بتاع الـ Waveform نفسها هو شكله Sync. بس نقطة ان انا بدلا ما اخليه wide كده اخليه narrow او العكس. حسب انا عايز thickness بتاع بيساوي كم. طب دلوقتي انا هنا بتاعه شكله ايه؟ شكله عبارة عن حاجة شكلها عبارة عن يعني حاجة كده او gate. كويس؟ لو فرضا انا عايز الـ Slice بتاعه شكلها Gaussian. Gaussian يبقى انا عارف من الـ Fourier Transform ممكن نرجعه في المحاضرات بتاعه الـ Digital Signal Processing. لو انا عندي حاجة شكلها Gaussian هتديني حاجة في الناحية التانية شكلها Gaussian. لو عندي Gaussian signal في الـ Time Domain هتديني حاجة شكلها Gaussian Spectrum في الـ Frequency Domain. فحسب الـ Slice Profile انا بحط هنا الـ Envelope بتاعي ده بالشكل اللي يديني الـ Inverse او يديني الـ Fourier Transformations يبقى بالشكل بتاع الـ Profile اللي انا عايزه. فيبقى معنا كده لو انا دلوقتي عايز اعمل Complete Definition Slice من المكان بتاع الـ Slice بقدر احدد الـ Modulation Frequency بتاعتي كام؟ اللي هو الـ Center بتاع الـ Slice نفسها يعني انا عمنا بكلم عن Slice Thickness هنا. يبقى الـ Center بتاعي هنا كام؟ يبقى معنا كده لو Double Frequency بتاعتي مثلاً 66.5 ميجا هيرتز يبقى معنا كده بتكلم على ان انا الـ Modulation Frequency بتاعتي هتبقى 66.5 ميجا هيرتز. اوكي؟ لو بتكلم على Slice Thickness. Slice Thickness مقابلة للـ Band Width دوت. اللي هو من 66 لـ 76. 66 لـ 76 يبقى معنا كده احط هنا Pulse احط هنا Sync Function تديني اوميجا ماكسيموم هنا تبقى بتساوي الايه؟ النص بتاع المسافة دي اللي هي تعتبر نص ميجا لان الـ Band Width كله كامل اللي هو من نحيا دي ومن نحيا دي اللي هو twice Omega Maximum ده هو بيقابل هنا واحد ميجا هيرتز. يبقى معنا كده اوميجا ماكسيموم بتاعتي تبقى كام؟ اوميجا ماكسيموم تبقى بتساوي نص ميجا هيرتز. اوكي؟ فمن كده لو حطيت ده نص ميجا هيرتز يبقى معنا كده Sync دي هحطها عبارة عن نص أو هحطها عبارة عن Sync اوميجا اللي هي اوميجا ماكسيموم في T. اوكي؟ يبقى معنا كده هديني الشكل بتاع الثيكنس اللي انا عايزه اوكي؟ وطبعا اوميجا ماكسيموم هي تبقى عبارة عن نص نص اوميجا. الـ Profile بتاعي بقى ان انا دلوقتي لو عايز شكلها حاجة جيد بالشكل ده كده يبقى حط Sync function لو عايز حاجة شكلها Gaussian احط هنا حاجة شكلها Gaussian وهكذا. فدي بتاعت حاجات اللي انا لو عايز اعمل لأي سلايس سلايس سلايكشن لازم اعملهم علشان ايه البرامتر بتاعت السلايس سلايس سلايكشن بالس بتاعتي. اشتركوا في القناة